وبالعودة مشاهدين الكرام إلى فعليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد بعد التحية ماذا عن هذا المؤتمر التاسع والذي جاء تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع بالفعل دين الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع كان هذا هو شعار الدورة التاسعة من فعليات هذا المؤتمر وهذه الفعليات التي تنظمها دور وهيئات الإفتاء في العالم برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أقيمت الفعليات أو بدأت الفعليات في العاشرة صباحا بجلسة افتتاحية تحدث فيها مجموعة من المسؤولين من دور الإفتاء على مستوى العالم نحن نتحدث عن أكثر من مئة دولة مشاركة سواء من المفتين أو الوزراء أو المؤسسات الدينية في شتى أرجاء العالم العربي والإسلامي هذا المؤتمر يقام على ثلاث محاور المحور الأول هو البناء الأخلاقي في الإسلام وتقام الآن جلسة علمية تحت هذا العنوان يتم في مناقشة كيفية الارتقاء بالأخلاق لدى المجتمعات الإسلامية وخاصة لدى الشباب والنشأ الصغير نتحدث أيضا عن المحور الثاني وهو الفتوى والواقع العالمي الأفكار والمبادئ وعلاقة الفتوى بخدمة البشرية جمعاء في شتى أرجاء العالم وخاصة في الدول الغربية وأيضا المحور الثالث التي يتحدث عنه هذا المؤتمر هو الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي عن دور مؤسسات الإفتاء في مواجهة ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية وفي هذا أصدر كان مفتي القدس له كلمة أيضا في هذا المحور الثالث غياب المعايير الدولية وغياب العدالة الدولية أيضا بالتالي نحن نتحدث عن فعاليات مؤتمر مستمرة على مدار يومين اليوم وغدا بإذن الله هناك مجموعة من الورش المصاحبة لفعاليات هذا المؤتمر نتحدث عن ورشة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية والإفتاء بالإضافة إلى رصد إشكاليات المحتوى الديني في المنصات الرقمية ما زالت الفعاليات مستمرة ننخلها لكم بصوت والصورة نعم أحمد أطلق المؤتمر مجموعة من المبادرات العالمية والتي تحص على مواجهة القرهية والإسلاموفوبيا وغيرها من التحديات التي تواجه الدين الإسلامي الحنيف ماذا عن هذه المبادرات؟ هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعالية هذا المؤتمر على مدار هذا اليومين ومنها أيضا استخدام وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حد هذه المبادرات وتفعيلها في مختلف الدول العربية والدول الإسلامية لكي يتم نشر خطاب ديني وسطي في المجتمعات الإسلامية وتحديدا كما ذكرتم مسبقا في الدول الغربية تحدث مع عدد المفتين من دول أوروبا ومن روسيا وتحدثوا عن أهمية نشر خطاب المحبة والدين الوسطي ونبذ العنف والبعد عن الكراهية وأن يكون هناك الرسالة الدينية هي الرسالة الوسطية في شط أرجاء العالم هكذا هي الرسالة والهدف من فعالية هذا المؤتمر الذين الكثير يحثوا عليها ويؤكدوها في جميع كلماتهم بالإضافة ديني أيضا أذكر أن جميع الضيوف الأجانب من المسؤولين الأجانب ومفتين في دول العالم أسموا ووجهوا الشكر للتنظيم الأكثر من رائع للدولة المصرية لفعاليات هذا المؤتمر المستمر على مدار يومين اليوم وغدا بإذن الله بإذن الله شكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التليفزيون المصرية